اشتركوا في القناة اعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن خروج 878 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع اجمال المتعافين من الفيروس الى 79886 حالة حتى اليوم واوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة انه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت ايجابية تحاليلها معمليا للفيروس وذلك ضمن اجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية لافتا الى وفاة 19 حالة جديدة وذكر ايضا ان اجمال العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها و5560 حالة وفاة وبكده يكون انتهى البيان بتاعنا النهاردة نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين وربنا يرحم كل اللي مات وان شاء الله ويصبر اهليهم انتظروني كل يوم بتأدير جديد من وزارة الصحة والسكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشترك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الدهنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر